حماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة هي واحدة من أبرز القرارات المتخدة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع الوزراء بحيث ألزم الحكومة بضرورة إعفاء قانون المالية التكميلي لسنة 2022 من أي ضريبة جديدة مع الحفاظ على تركيبة الأسعار المعتمدة حاليا وعلا يكون ضعيف ومتوسط الدخل هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب تضمن العديد من النقاط والمحاور للعديد من القطاعات حيث كان من بين أهمها دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ونحن كما نعرف أن قانون المالية التكميلي يأتي لضبط الميزانية من خلال الإرادات أو النفقات حسب الحالة التخلي عن أي زيادة في الضرائب والرسوم في قانون المالية جاء للدفع بالنشاط الاقتصادية إضافة إلى كون الحكومة في غير حاجة لمداخيل جبائية أكثر نظرا لارتفاع الجباية البترولية الجباية البترولية التي كانت فيها زيادة معتبرة هذه هي اليوم في صندوق ضبط المداخيل وهي كافية لتلبي احتياجات الحكومة من نفقات إضافية لهذه السنة توصيات رئيس الجمهورية تصب في صالح الطبقة الهشة من المجتمع التي لاقت صعوبات مالية في الفترة الأخيرة خاصة مع ارتفاع الأسعار توصيات لا بد من آليات لتجسيدها على أرض الواقع يقول الخبراء الآليات هي دعم المباشر في الراتب الموظف الجزائري والعامل الجزائري بتخفيف الأعباء على الرواتب الضعيفة والمتوسطة للمواطنين انفراج اقتصادي تعيشه الجزائر من خلال بعث مشاريع استثمارية في عديد المجالات تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتمكن الحكومة من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين التي عاشت مطبات خاصة في الفترة الأخيرة